أطلق صندوق تحيان مصر بالتعاون مع وزارة تضاوم الاجتماعي قوافل حملة أبواب الخير من أجل توفير المواد الغذائية والدواج للأسر الأولى بالرعاية وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم في محافظات الفيوم وبنسويف وأصيوت وقناو الأقصر وأصوان والوادي الجديد للمزيد من المتابعة مشاهدين ينضم إلينا مراسل لإكسانيوز محمد بها أرحب بك محمد وإليك الكلمة تفضل حياتي لك دانا ولسانا مشاهدي أكسانيوز في هذه المتابعة المباشرة لاستمرار إطلاق قوافل حملة أبواب الخير التي يطلقها صندوق تحيان مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حملة بتهدف لتوفير المنتجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية البداية كانت مع إطلاق قوافل شمال أو محافظات شمال الصعيد وبالأمس تم إطلاق قوافل محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظة مطروح واليوم يتم إطلاق قوافل لمحافظات وسط الصعيد المتمثلة في محافظات الفيوم وبنسويف وأصيوت وقناو الأقصر وأصوان والوادي الجديد الأستاذ محمد مختار وهو المتحدث باسم صندوق تحيا مصر ووظفنا الكريم يطلعنا على تفاصيل هذه القوافل من حملة أبواب الخير كل تحية لك أستاذ محمد وخلينا نعرف تفاصيل أكثر حول حملة وقوافل أبواب الخير الحقيقة أبواب الخير الهدف منها أن نحن نوحد كل جهود منظمات المجتمع المدني بتعمع صندوق تحيا مصر وبدعم وزارة التضامن الاجتماعي للوصول لأكبر عدد من الأسر المستحقة بتوفير استعدادات رمضان من المواد الغذائية الجافة بالإضافة للبروتينيات من الدواجن واللحوم إحنا يمكن أطلقنا أبواب الخير نهاية شهر مارس بهدف أن نوفر لهذه الأسر اللي استعدادت بشكل مبكر ده بيستهدف من خلال أبواب الخير ما يقرب من 500 ألف أسرة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية تبقى لكواعد البيانات المحدثة داخل الصندوق بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتبقى طبعا للأنشطة اللي بتنفس ضمن مبادرة حياة كريمة إحنا مستهدفين إن إحنا نوفر 6000 طن من المواد الغذائية الجافة بالإضافة لـ 1700 طن من الدواجن بالإضافة أيضا لـ 500 طن من البطاطس الجافة اللي هيتم توزيعها أيضا على الأسر الأولى بالرعاية ده فيما يتعلق بكاراتين رمضان واللحوم والدواجن أيضا خلال الشهر الكريم هيتم توفير 20 ألف وجبة جهزة يوميا هيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة إفطار صائم اللي بنفذها أيضا الصندوق بالتوازي مع حملة أبواب الخير إحنا موجودين النهاردة في نقطة لإطلاق القوافل لوسط وجنوب الصعيد كمان فيه نقاط أخرى علشان نقدر نضمن سرعة إطلاق هذه القوافل سواء في منطقة الهيكستيب أو في السويس علشان نقدر أن احنا نوصل لكل الأسر الأولى بالرعاية يمكن يكون رمضان النهاردة يعني صابح إن شاء الله غدا بإذن الله صباح غدا فيكون كل الاستعدادات موجودة على الأسر المستهدفة من خلال صندوق تحية مصر ملفات أخرى فاندوم ومبادرات عديدة بيعمل عليها صندوق تحية مصر لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وفي المناطق الأكثر احتياجا خلينا نتطمن من حضرتك على هذه المبادرات ومدى استمراريتها خاصة في شهر رمضان وبعد شهر رمضان من عيد الفطر المبارك احنا الحقيقة بنكون حرسين جدا احنا ما نوقفش باقي أنشطة صندوق تحية مصر خاصة في المواسم سواء في رمضان أو في الأعياد عشان كده هتلاقينا بننفذ أيضا القوافل الطبية الشاملة القوافلة الطبية الشاملة المطلقة من صندوق تحية مصر ما زالت تعمل فيه واحد سواء الآن ايضا احنا بصدد بإذن الله أن احنا ننتهي من تجديد وتحديث محضن كامل داخل مستشفى أبو الريش للأطفال المبتسرين كمان ايضا احنا مستهدفين ان شاء الله أن نشاطنا في رمضان ما يتوقفش عند توفير المواد الغذائية احنا بنسعى ان شاء الله من خلال التعامل مع اوزار التضامن الاجتماعي نحنا نفك كرب أكبر عدد من الغريمين والغريمات نطمح ان احنا نلحق نعمل كده قبل حلول عيد الفطر المبارك لكن احنا عاكفين على هذا العمل بإذن الله شكرك فنب على كل هذه التفاصيل شكرا شكرا سيد محمد مختار المتحدث باسم الصندوق تحية مصر كانت ضيفنا الكريم طلعنا على تفاصيل هذه القوافل من حملة أبواب الخير المتجهة اليوم إلى محافظات وسط الصعيد نعم دا شكرك زميلي محمد بهاء على كل هذا الرصد وكل تلك المعلمات وتفاصيل شكرا أيضا موصول الأستاذ محمد مختار والمتحدث باسم هذا الصندوق شكرا جزيلا لكم